اكتب الكسر 19 على 27 بصيغة كسر عشري منتهي أو كسر عشري دوري ولتشمل إجابتك أول ست منازل فقط من الكسر العشري الكسر 19 على 27 يساوي 19 تقسيم 27 لأن 27 أكبر من 19 لن يكون ناتج القسمة عدد صحيح واحد لا يقبل القسمة على 27 وتسعة عشر لا يقبل أيضاً 190 يقبل القسمة على 27 ويساوي 7 7 ضرب 27 7 ضرب 7 يساوي 49 7 ضرب 2 يساوي 14 زائد 4 يساوي 18 والباقي 1 أضيفوا صفراً هنا 10 على 27 يساوي 0 0 ضرب 27 يساوي 0 ويكون الباقي 10 أنزلوا صفراً آخر هنا 100 على 27 يساوي 3 3 ضرب 27 يساوي 81 يصبح لديكم 100 ناقص 81 ويساوي 19 عندما تنزلون الصفر التالي تحصلون على 190 مرة أخرى 190 على 27 يساوي 7 7 ضرب 27 يساوي 189 والباقي 1 ثم تنزلون صفراً آخر 10 على 27 يساوي 0 0 ضرب 27 يساوي 0 يطبقى لديكم 10 تنزلون صفراً آخر يصبح لديكم 100 على 27 ويساوي 3 الناتج يساوي 0.703703 وتستمرون في تكرار العدد 703 إلى ما لا نهاية في هذه الحالة الكسر العشري الدوري هو 0.703 وللإشارة إلى العدد دوري ترسمون خطاً فوق الأعداد الدورية والسؤال يطلب كتابة أول ستة منازل عشرية إذن الإجابة هي 0.703703 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر